موسيقى كلنا بنعرف أنه حضرتك معك الجنسية المكسيكية نعم نهيك الجنسية المكسيكية ومع الجنسية المكسيكية حضرتك بتفتخر أنك لبناني وجزورك لبنانية واليوم يسعدنا أنك حضرتك موجود معنا بالحلقة لنقدر ناخده ونعطي شوي ونفرجه للعالم بأجمعه اللبناني كيف بيقدر يكون مثل حضرتك أهلا وسهلا فيك برحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي سينيور كارلوس حابي أنا والمشاهدين طبعا نعرف منك ببقتها جمعت أول مليون حضرتك شو حسيت فرحت كتير طيب تاني مليون حضرتك شو حسيت فرحت أكتر طيب أول مليار حضرتك عملته طرت من الفرحة تاني مليار أوه حلقت بسماء الفرح طيب مع كلها للبليونز والمليارات خلينا نعرف البداية كيف تكونت هالسروة للحقيقة أنا رحت على المكسيك كان عمري سبع عشر سنة عنات كتير نمت على الطرقات يعني أول ما وصلت على هديك البلاد الغريبة اللي كانت بالنسبة لنا بلشت جمع خشب شقف خشب فتفيت خشب صغار صرت أعمل منهم هيكي بخوشهم أعملهم هيكي بخوش وجبت حديد لقوة حديد من الطرقات أبرمونه أعملهم بورتوكلاي هيكي يحطوهن بيعنا لقيت الفتيح لنوضح للمشاهدين كنت تصوري كنت بيع الوحدة بنص دولار يعني ماشي كنت لأكل الوجبة الوجبة كنت أكلها على ثلاثة أيام عانيت كتير بلشت بالمغايت مغايت رابر صرت جيب المغايت أعمل من المغايت أول شي صرت بيع المغايت بالكيلو يعني تتصوري قداش بديك تجمع مغايت ليت قداش وشو ينباع الكيلو ومع الشمس والقعدة بالطرقات والتنبيش أهر وعذاب وعزارة كيلو المغايت تتصوري بدك شي سنة ونص لتجمعي لتبيعي بـ 14 دولار 14 دولار نعم كيلو المغايت هاي دي لما حضرتك كنت صغير عانيت كتير عانيت كتير بعدين اشتغلت بمطعم الشغل مش عايب نعم اشتغلت بمطعم وهذا الشي اللي بيخلي اللبناني يفتخر وين ما يروح بيشتغل لتلما كنا عم نقول انو اللبناني وين ما راح ازا واقع بيجو واقف كانت أجرتي باليوم واجبي ونص تصوري تعرفي وين كنت نام وين كنت نام لما بيسكروا المطعم في حدو هيك متل غرفة صغيرة قلطي فيها شطة برد تعرفي نعم ما كسيك ما حدا بيعرف حدا عانيت كتير بعدين ستتعفشي أشتغل ستتشتغل بالورق لملم ورق عانيت كتير يعني مقساة عشتها بعدني بتذكر details طبعا تفاصيلة نعم تفاصيلة من بعد ما اشتغلت بالمغايت وبالخشب واشتغلت قلتلي كمان بالورق وبالمطعم لا الورق جيكي لحظ في هاو هاو دي جمعت فيهن أول فترة شي ميتين بعدني بذكر لأنه من المعاناة بذكر الرقم ميتين وسبعين مليون ميتين وسبعين دولار اه دولار دولار اه اه يعني تصوري لما اشتغلت بالورق اي لما اشتغلت بالورق هون فتحت بقى هون صرت طلع صار ما تخولي السنوي شي ميتين لتلتمية وعشرة دولار بالورق تلتمية وعشرة دولار رجعت اشتغلت بالقبر والدبابيس كيف يعني؟ دبابيس وقبر كصرت جيب القبر والدبابيس كنت صرت لزقهم ببعضهم واعمل لهم عقودي عقودي هاون ينحطوا هاون صاروا يعني بيع كنت العقد بي هون كنت تتحسن الوضع التجاري صرت بيعه بثلتي دولار ونوص بعد كل هالمعاناة وصلت لسن الاربعين اربعين واربعات شهور نعم صرت الاربعين واربعات شهور هون بقى جمعت جمعت تسعمية وستين دولار عدا ونقدا ولو تسعمية وستين دولار تصوري من بعد أربعين سنة اوف عناق هيدا عناق بحد زيتو عن جد هون قلب معي لحظ شو صرت اشتغل صرت اشتغل بالعمار نعم يعني صرت تزق رمل بسطولي ساطل كانوا يعطوني على الساطل شدولارين ونص معلاش يعني انت يمكن تضحك لا لا ايعم نضحك على الفكرة صرت يومية 16 دولار لاني كنت اشتغل ساعات كتير نعم بالعمار اشتغلت بلشت بالرمل بعدين بالخشب بالبحث بالبحث الى ان وصلنا للبتون نو 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 ما وصلت للبتون ملاحق صار عمري شي اتناين وخمسين سنة لصار معي بتذكر هون هون 1800 دولار 1800 دولار 1800 دولار بتصوري على مشارف الستين كنت ولا نعم على مشارف الستين طب يعني حرقصنا بدنا نعرف كيف حضرتك يعني وصلت لها العمر رسم الله يعطيك طلط العمر طبعا بس انه مش معقول للستين وكنت ألف ووهلأ انت أغنى رجل بالعالم يعني انت بدك الخبرية من الاخي ياريت لانه عن جد حرقصنا عمي بالمكسيك توفى وورطني 53 مليار و 499 مليون دولار و 499 ألف أنا حملت ألف دولار هاي دي ورتي كانت كلها وبلغ مضغايت وبلغ بيبيس وبلغ خشب وبلغ من يحزنون والمعاناة والشمس والحريق برده معك حق ايه هاك طبعا الله يوفقك ويطور بعمرك ونحنا كتير منشكرك على وجودك معنا الله يخليك ويعني هالسروي طبعا معاناة كبيرة معاناة اجت الورت كبيري معلاش ايه نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة